بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة الصف التاسع في الوحدة الثالثة بعنوان التركيب الذري للمادة ودرسنا تركيب الذرة الجزء الثاني. أهداف الدرس. في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن. أولا يعرف العدد الذري لذرة العنصر. ثانيا يستنتج المقصود بالعدد الكتلي لذرة العنصر. ثالثا يقارن بين العدد الذري والعدد الكتلي من حيث دلالتي كل منهما. التمهيد. درست سابقا أنه قد تم تصنيف العناصر بجدول يسهل دراستها وقد أطلق عليه اسم الجدول الدوري الحديث. وهذا هو عزيز الطالب الجدول الدوري للعناصر. والآن. تمعا في الشكل المجاور الذي يوضح كيفية التعبير عن عنصر الكالسيوم مثلا في الجدول الدوري. ادرس ثم أجب عن السؤال التالي. عما تعبر الأرقام المشار إليها في الشكل وتحديدا الرقمين. عشرون والرقم أربعون في أسفر رمز العنصر. نعم. أحدهما يشير للعدد الذري والآخر للعدد الكتلي. فما المقصود بالعدد الذري وما المقصود بالعدد الكتلي؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في درسنا لهذا اليوم. أولا العدد الذري. ادرس الشكلين أدناه ثم أجب عما يليهما من الأسئلة. لاحظ الشكل إلى اليمين يمثل ذرة البورون والشكل إلى اليسار يمثل ذرة الكربون. والسؤال الأول. هل يمكن اعتبار الذرات أعلى متعادلة كهربائيا؟ ولماذا؟ أحسنت. نعم. لأن في كليهما عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة. لاحظ مثلا في ذرة البورون عدد البروتونات خمسة وعدد الإلكترونات خمسة. إذن ذرة البورون متعادلة كهربائيا. كذلك الحال في ذرة الكربون. فلاحظ أن عدد الإلكترونات ستة مساوي لعدد البروتونات وهو ستة أيضا. السؤال الثاني. بماذا تختلف نواة ذرة الكربون عن نواة ذرة البورون؟ أحسنت. يختلفان في عدد البروتونات داخل النواة. وكذلك يختلف عدد البروتونات في بقية العناصر. فلا يوجد عنصران متساويان في عدد البروتونات على الإطلاق. إذن نستنتج مما سبق أن ذرات العناصر المختلفة تحوي أعدادا مختلفة ومحددة من البروتونات موجبة الشحنة بحيث يساوي العدد الذري لها. إذن العدد الذري ورمزه زد هو عدد البروتونات الموجبة داخل نواة ذرات العنصر. وفي الذرة المتعادلة كهربائيا فإن العدد الذري يساوي عدد البروتونات الموجبة ويساوي عدد الإلكترونات السالبة. ولا يمكن أن يمتلك عنصرين العدد الذري نفسه. العدد الذري والذي يرمز له بالرمز زد. كيف نكتب العدد الذري زد للعنصر مع رمزه؟ أولا يوضع رمز العنصر. ثانيا يكتب العدد الذري أسفل يسار رمز العنصر. لاحظ الشكل حيث X يمثل رمز العنصر أما زد فيمثل العدد الذري ولاحظ أن العدد الذري قد كتب أسفل يسار رمز العنصر. مثال واحد يعبر عن العدد الذري لعنصر البورون في الشكل المجاور بما يلي لاحظ الشكل عزيز الطالب لاحظ أن عدد البروتونات في ذرة البورون هو 5 إذن يكتب العدد الذري لذرة البورون كما يلي B وهو رمز البورون 5 يمثل العدد الذري ولاحظ أنه قد كتب أسفل يسار رمز عنصر البورون العدد الكتلي ورمزه A يوضح الشكل المجاور التركيب الذري لذرة الأكسجين دقق في الشكل جيدا ثم أجب عن الأسئلة التالية السؤال الأول أين تتركز معظم كتلة الذرة؟ أحسنت في النواة السؤال الثاني إذن ما الجسيمات التي تحدد كتلة الذرة؟ نعم البروتونات ورمزها P والنيوترونات ورمزها N وتقع داخل النواة السؤال الثالث بناء على ما سبق ما المقصود بالعدد الكتلي؟ العدد الكتلي هو مجموع عدد البروتونات P والنيوترونات N في نواة الذرة ولحساب العدد الكتلي انظر إلى العلاقة التالية العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات وبالرموز A تساوي P زائد N حيث A يمثل العدد الكتلي P عدد البروتونات وN عدد النيوترونات والآن كيف نكتب العدد الكتلي A للعنصر مع رمزه؟ أولا يوضع رمز العنصر ثانيا يكتب العدد الكتلي أعلى يسار رمز العنصر لاحظ حيث X تمثل رمز العنصر أما A كابيتل تمثل العدد الكتلي ولاحظ أنه قد كتب أعلى يسار رمز العنصر والآن عزيز الطالب إليك المثال التالي يعبر عن العدد الكتلي لعنصر الكربون في الشكل الآتي كما يلي لاحظ الشكل ودقق به جيدا لاحظ أن ذرة الكربون تمتلك 6 بروتونات و6 نيوترونات وكلاهما داخل النواة وبناء عما درسناه عن العدد الكتلي فإن العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات إذن العدد الكتلي في هذا المثال يساوي 6 زائد 6 ويساوي 12 ويتم التعبير عنه بهذه الطريقة لاحظ كتب رمز العنصر وجهة أعلى اليسار كتب العدد الكتلي وهو هنا 12 العدد الذري والعدد الكتلي مثال واحد يوثل الشكل المجاور رمز عنصر الليثيوم ادرس الشكل ثم اجب عما يلي أولا حدد على الشكل كلا من العدد الذري والعدد الكتلي نعم سبعة هو العدد الكتلي وثلاثة هو العدد الذري السؤال الثاني ما عدد البروتونات؟ لاحظ أن العدد الذري يساوي عدد البروتونات ويساوي ثلاثة في هذا المثال السؤال الثالث ما عدد النيوترونات؟ بالعودة إلى العلاقة التالية العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات فإن عدد النيوترونات يساوي العدد الكتلي مطروح منه عدد البروتونات إذن عدد النيوترونات يساوي سبعة ناقص ثلاثة ويساوي أربعة ملخص الدرس العدد الذري الذي يرمز له بالرمز Z هو عدد البروتونات الموجبة داخل نواة ذرة العنصر في الذرة المتعادلة كهربائيا العدد الذري يساوي عدد البروتونات الموجبة ويساوي عدد الإلكترونات السالبة لا يمكن لعنصرين أن يكون لهما العدد الذري نفسه العدد الكتلي ورمزه A هو مجموع عدد البروتونات P والنيوترونات N في نواة الذرة ويعبر عنه بالعلاقة التالية العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات A تساوي P زائد N كذلك يتم التعبير عن كل من العدد الكتلي والعدد الذري بالطريقة التي أمامك حيث يوضع رمز العنصر ويوضع أعلى يسار العنصر العدد الكتلي أما أسفل يسار العنصر فيوضع العدد الذري والآن عزيز الطالب إلى الأسئلة وسؤال 4 صفحة 98 يتضمن الجدول التالي ذرات متعادلة كهربائيا لأربعة عناصر أكمل الفراغ في الجدول إليك الجدول العزيز الطالب الذي يتضمن اسم العنصر ورمزه العدد الذري، عدد البروتونات B، عدد النيوترونات N، عدد الإلكترونات E، والعدد الكتلي ونبدأ بعنصر الكربون C لاحظ أن العدد الذري 6 إذن عدد البروتونات 6 لأن العدد الذري يساوي عدد البروتونات وكذلك عدد الإلكترونات 6 لأن العدد الذري يساوي عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات في الذرة المتعادلة كهربائيا أما العدد الكتلي فيساوي 12 لأنه مجموع البروتونات والنيوترونات عنصر السيليكون SI لاحظ أن عدد البروتونات 14 إذن العدد الذري 14 وعدد الإلكترونات 14 لأن الذرة متعادلة كهربائيا أما عدد النيوترونات فهو 14 لأنه ناتج من طرح عدد البروتونات من العدد الكتلي فيكون الناتج 14 عنصر النيون N لاحظ أن عدد الإلكترونات 10 إذن العدد الذري 10 وعدد البروتونات 10 أما عدد النيوترونات فهو 10 لأنه ناتج من طرح عدد البروتونات من العدد الكتلي عنصر الصوديوم N A عدده الذري 11 إذن عدد البروتونات 11 وعدد الإلكترونات 11 لأن الذرة متعادلة كهربائيا أما عدد النيوترونات فيساوي 12 لأنه ناتج من طرح عدد البروتونات من العدد الكتلي والآن أكمل ما يأتي في سؤال 5 من صفحة 104 يعرف عدد البروتونات الموجودة في نواة ذرة العنصر المتعادلة أو عدد الإلكترونات الموجودة حولها بأنه أحسنت العدد الذري ورمزه Z والآن سؤال 7 من صفحة 104 مجموع عدد البروتونات والنيوترونات داخل نواة الذرة يسمى أحسنت العدد الكتلي ورمزه A مع تمنياتنا لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته